السلام عليكم بنات مرحبا بكم و مرحبا بليجي جديد معانا اليوم ان شاء الله سنقدم لكم موجبهة على الشقة خفيفة ذريفة بالروز نتمنى انها تعجبكم لكن انت اول مرة تشاهد قناتي شارك بالضغط على زر اعبوني ومسوخ ليش عليها باللايك للفيديو و ندعو على بركة الله نشوفه عشان نحتاجه في هذا الوصفه كان نحتاج هنالي 250 جرام الروز مسلق نصف سلقه منسبة لها كان الروز لصلاة ماشي الروز العادي و حبت فلفل يعني قطعة مربعة صغيرة و حبت طماطم كانحتاج هنالبصلة صغيرة المفرومة و الملح و كانحتاج هنالي بنسبة التوابل معلقة صغيرة من الكامون و ربع معلقة صغيرة ديال البزار اسود و الزافران او اي ملوين عندك و كانحتاج لنصف كأس صغير من زيت زيتون كان ناخده المقلاس و نضعه فيها الزيت كان خليه يسخن شوية من بعد كنضيفه عليه حبة فلفل يعني مقطع على طريفات صغار و مربعات كانحركه شي شوية تقريبا خمسة دقائق و من بعد كنضيف عليه طماطم حبه وحدة ديال طماطم مفرومة و كانحركه مزيان نخليه شوية كيتشحروا شي شوية و من بعد نضيف عليه شوية الملحة و من بعد نضيف حبة بصل مفرومة هنا من بعد ما خلصهم يعني طابوا شي شوية كانزيد المكونات اللي عندي و كانضيف لهم شوية المن خليهم يكتيبوا شي شوية بالنسبة للروز ما تسلقتوش يعني مزيان حتى طاب لاني باقي بغيتو يشرب لي هاد لاصوس اللي يعني اللي طيبت إلا سلقتوه كامل و بغيت نضيفه ما عليش يعطيني لدي كنك هالي بغينا يعني غايشي كعادي هالشي ليش من أحسن إلا كان عنديك الروز بالنسبة هاد روز دياللي سالاد حاولي تسلقين غير مرة و كتضيفه بالمدير يعني بالمدير للسلق دياله بالنسبة لي عنديك الروز عادي ما كتلقيش بات ساعة كتضيفه هاد لاصوس بالنسبة لي عنه كيدغيه كيتيب مقاننة هاد الروز ديال الرز.. الرز.. رازي او رز دياللي سالاد سافا هنه يا كما تشوفه معايا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كنخليه كنضيف له المرقياس ليرانه غادي يكمل طيابي يعني بنسبة للرز كنخليه حسي تيتيب مهنا من بعد ما الضعب كيما تشوف هادا هادا هو الشكل النهائي دياله اشتركوا في القناة